بغداد الاسم الذي تردده الاوساط العربية والعالمية بقوة بعد اصداء القمة التي لم تهدأ بعدها غرف التحليل والتوقعات كل ذلك صنعته بغداد الحضارة وتصنعه اليوم بعد صناعة قمة القادة لعهد جديد في الدبلوماسية ورسم سياسة العراق الحديث وصناعة الاستقرار الذي ينشده البلد وشعبه منذ زمن بعيد الاصداء وصلت البيت الابيض وكذلك لندن بيان رسمي يرد فيه بايدن على ما قدمته الحكومة العراقية واصفا القمة بالناجحة جدا والتي هيئت الطريق لتخفيف التوترات بين الدول المجاورة البيان اوضح ردة الفعل الامريكية على مخرجات القمة التاريخية لتؤكد امريكا موقفها الثابتة من دعم العراق والاستمرار على ذات النهج والانتقال لمرحلة جديدة من محاربة تنظيم داعش الارهابي بريطانيا فعلت بالمثل على لسان وزير دولتها لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا جيمس كافرلي حيث الحديث المباشر عن جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح في زراعة ارض خصبة للازدهار بالاستقرار الاقليمي امريكا وبريطانيا اعلنتان موقف الثابت في دعم الانتخابات العراقية المبكرة ما يضع قمة بغداد على رأس قوائم الاهتمام الدولي الذي ينظر الى العراق الان على انه البلد الذي بدأ يستعيد عافيته في الشراكة والانفتاح مع المحيط العربي والاقليمي ونفض غبار الفوضى والنزاعات والانتقال الى حالة انتاجية فضلة في السياسة والاقتصاد بمد جسور التعاون مع العالم